السلام عليكم يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال كل فيديو من الفيديوهات اللي احنا بنشرحها بخط اليد في الاندوكراين هنبدأ نرجحها سريعا على باور بوينت بالنسبة للشابتر بتاع الانترو دكشن اتكلمنا عن ان احنا بنتكلم عن غدد الاندوكراين جيلاند في الجسم انواع كتير منها المسطر جيلاند او الميجور اندوكراين جيلاند اللي احنا بنتكلم عنها المسطر جيلاند اللي هي البيتيوتر جيلاند وعندي بعد كده هنبدأ هندرس سايرويد وببارة سايرويد هنبدأ هندرس الادرينا الجيلاند والبانكرياس وهندرس الجونادز عندي اتنين غدد مش هندرسهم اتنين اه صغيرين اه اللي هو البنية الجيلاند والصايمس جيلاند فديها الميجور اندوكراين الجيلاند اللي هتدرسها خلال المنهج بتاعنا الحاجة اللي بعد كده الاندوكراين ساستم اللي هو عبارة عن جيلاند عند ازر اورجانز احنا اتكلمنا في الحكاية دي تقولنا الفرق بين الاندوكراين جيلاند والاندوكراين ساستم اندوكراين جيلاند يعني غدة كل وظيفتها فقط لا غير هي عبارة عن افراز هرمونات ده بالنسبة لكلمة اندوكراين جيلاند هل في اورجان لها وظيفة غضية تقدر تفرز هرمونات بالاضافة لوظيفتها الأساسية اه القلب بفرز هرمونات الكيدني بتفرز هرمونات اللي فرز هرمونات فديه ادرس dingy اللي لها اندوكراين الأكتيفتي فبالتالي الاندوكراين سيستم بيشمل الاثنين الاندوكراين جيلاند اللي هي فقط لا غير افراز فقط والاظر اورجانز اللي هي لها الوظيفة الاساسية وبالاضافة الى انها ممكن تفرز مين هرمونات الاندوكراين سيستم كنترول لدور في الكنترول والريجوليشن بتاع الديفرانت باضي فانكوشن خلال افرازه المين للهرمونات ده بيحصل اللونج ويز او بارالي ويز بالتوازي مع النيرفوس سيستم الاندوكراين سيستم مع النيرفوس سيستم اللي اتنين اديهم في ادين بعض علشان يعملوا حاجة اسمها نيورو اندوكراين انتر اكشن اتحاد مع بعض يمسكوا اديهم في ادين بعض من اجل الكنترول والريجوليشن بتاع الهو مين البادي فانكشن الاندوكراين سيستم الشغل بتاعه يتلخص ان هو بيساعد عن طريق الهرمونات اللي بيطلعها النيرفوس سيستم بيسهل عن طريق طلوع النيورو ترانسيمتر زوي النيرف امبالس اللي يقدر يعمل لها طلوع يوم احنا اتكلمنا عن ان الاندوكراين سيستم والنيرفوس سيستم اللي اتنين همت النيرفوس سيستم عن طريق ايه بيشتغل عن طريق الالكتريكال سيجنل والكيميكال ماسنجر اللي هو النيورو ترانسيمتر اما هنا بيشتغل عن طريق مين عن طريق الكيميكال ماسنجر اللي هو الهرمونز الاكشن بتاع النيرفوس سيستم اكيد سريع وطالما هو سريع الافكت بتاعه بيكون شورت ترم افكت العكس هنا بيكون بطيء وبالتالي بياخد فترة طويلة للونج ستاندنج افكت كلمنا عن الفارق بين الاندوكراين المفروض نكتب ده اندوكراين جيلاند واكسوكراين جيلاند الاندوكراين جيلاند قصده بيها اللي هي ملهاش داقت اما الاكسوكراين جيلاند اللي هي داقت دي تصب الافراز بتاعها مباشرة في الدم ديت بتصب الافراز بتاعها عن طريق داقت بتروح لأدجاسنت لوكيشن لأماكن قريبة من خلال الداقت اما ديت بتمشي في الدم وتروح لأماكن بعيدة الماجر اندوكراين جيلاند اللي احنا لسه شايفينهم في الرسمة قلناهم او تفزيز جيلاند من الاهم الانتيريوبيتوتري مهمة والبراسيرويد والادرينا الكورتيكس مهمين على عكس الباقي حاجة اللي بعد كده لما نيجي نتكلم عن الارجن ويز هرمون او اندوكراين الاكتيفتي لسه عيل انهم بعض الارجن زي الهايبوسالماس زي الليفر زي الكيدني زي الهارت زي الجي اي تي لهم اسبيشال سيل سواء كانت اندوكراين او نيورو اندوكراين السيل اندوكراين زي مين اندوكراين زي في الليفر والكيدني والهارت نيورو اندوكراين زي في الهايبوسالماس اللي عندي كل ده تلقى الكودرة انها تطلع هرمونات بالاضافة للوظائف التانية والرئيسية للاماكن دي هل الليفر بيشتغل كغدة فقط لا هل الكيدني تشتغل كغدة فقط لا هل البرين بيشتغل كغدة لا هو بالاضافة للوظيفة الاساسية بتاعته ليه وظيفة هرمونية ان هو يقدر يعمل سيكريت للهرمون الاندوكراين جيلاند ساتش اورجن ده الاثنين دولت مع بعض بيكونوا one system الone system ده بسميه الاندوكراين مين الاندوكراين سيستم زي ما احنا قلنا الهرمون والريسبتور والتارجت سين الهرمون زي عبارة عن كيميكال سابستنس او كيميكال ميسنجر ده بتطلع in minute amount بتطلع بكمية صغيرة جدا بتتقاس بالنانو جرام كمية قليلة جدا ومع ذلك بتؤدي الوظيفة بتاعتها اندوكراين يعني ضغط الاسجيلانده هتمشي خلال البراد السريب تروح لاماكن ريبة ولا اماكن بعيدة تروح لاماكن بعيدة non-adjusted target organ هي هتروح للعضو المستعدف ليه لان ال target organ هيكون عنده specific receptor ال specific receptor ديت موجوده اما على البلازمامبرين او within the cytoblasm من جوه السيتو بلازمو ممكن يكون على النواة كمان عشان تعمل response بتاعي الاكسوكراين جيلاند not part of the endocrine system مش جزء من الاكسوكراين سيستم هي جيلاند لها ضغط والضغط بتاعتها بتصب الافراز to adjacent الاماكن قريبة زي السويت جيلاند الغدد العراقية واللعبية والdigيستف جيلاند الغدد بتاعت مين الجهاز الهضمي كل ده امثلة ليه الاكسوكراين جيلاند زي ما احنا شايفين فكرة مين فكرة شغل الهرمون الهرمون ماشي في الدم اهو يطلع من الغده السيكريت انجيسيل اللي هي الغده الغده بتطلع الهرمون يمشي دايريكتل في البلودستريم علشان يروح للطارجت ارجان كل هرمون عنده الريسيبتور الخاصة به الهرمون هيبدأ يمسك فيه الريسيبتور اللي موجوده على سطح الخلية او موجوده جوه السيتو بلازم عشان يعمل اللي هو الرسبونس اللي انا اعاوز اعرفه الكيميكا الاستراكشور بتاع الهرمون الهرمون زي ممكن اعسامها لـ 2 مين كلاسيز على حسب الكيميكا المين استراكشور هرمون درايف دفروم امينو اسيد اللي هي المونو امين جايه من حمضة اميني واحد او اللي هي جايه من الببطايد وي مين وي الليبت وي ممكن يكون فيه جلايكو بروتين الحاجة التانية جايه من الكولستيروس زي الاستيرويد او مين كتابا لديكم في الكتاب واعتقد انا شرختها في الورق واي اكتبوها الحاجة اللي بعد كده لما نجي نتكلم بقى عن المونو امين المونو امين يعني جايه من حمضة اميني مونو يعني واحد من وان امينو اسيد زي السيروكسين اللي هو T4 والتراي ايوض وصيرونين اللي هو T3 الاتنين دول جايهن من السيرويل جلان وزي الكاتيكولا مينز زي الادرالين والنور ادرالين الاتنين دول جايهن من الادرين المضلة كلهم جايين من حمده اميني واحد اللي هو امين التيروزين التيروزين ده اقدر اجيبه من خلال الضيط او اقدر اصنعه في الجسم او اقدر اجيبه من خلال الفنايل الانين اكتب ان انا اقدر اجيبه من خلال الفنايل الانين عن طريق الهايدروكسيليشن في الليفر اعمل له هيدروكسيليشن في الليفر الفنايل الانين بالهايدروكسيليشن في الليفر يقدر يتحول لمين يقدر يتحول ليه تيروزين على بال الببطايد والهرمون مصط الهرموناتها بارعا ببطايد ممكن تكون short chain amino acid زي الانتديوريوتك هرمون والاكسيتوسن الاثنين هرمونات الهايبوسالمس الاثنين هرمون دولت ببطايد بارعا 9 amino acid او ممكن يكون بروتين ده جاي منين long chain amino acid زي الجروس هرمون 191 amino acid زي البرولاكتين 199 amino acid زي الباراسايروت هرمون 84 amino acid وهكذا ده بالنسبة للمونوامين والببطايد والبروتين عندي جلايكوبروتين نركز على السلايد ديت مهمة في مجموعة بالكاربوهايدرات تقدر تتحد مع البروتين فهد كوان حاجة اسمها جلايكوبروتين هرمون زي الامثلة بتاعتهم الـ tsh والgeth يبقى الـ tsh والgeth اللي هو قصده بالfsh والlh التلاتة دولة يبارها عن جلايكوبروتين هرمون وبتجيبهم في الامتحاد اللي السوريد هرمون كلهم جايين من الكوليستيرول كلهم درايف دي من الكوليستيرول طبعا دي هرمونات الأدرينا الكورتيكس وهرمونات الجوناد وهرمونات البلاسينتا طيب عندي حاجة اسمها برو هرمونز برو هرمونز الهرمونات أغلب الهرمونات الببطايد والبروتين مصطق في البروتين هرمون بتتصنع في صورة بيولوجيكالي يبقى بسميها لما تيجي تدى تطلع للبلودستيريم يبدأ يحصل لها كليفج عشان تتحول لمن للاكتف هرمونز بيريور 2 قبل ما يحصل لها ريليز للدم مباشرة المثال بتاع البرو إنسولين البرو إنسولين ده بيكون في الأول أربعة بعد كده في الاندوبلازم كريتيكولم يبقى ثلاثة بعد كده يروح الجولج يبقى تنين يبقى الأكتف اللي هو الإنسولين اللي يبدأ يطلع مباشرة ليه الدم ويحصل الشغل بتاعه السينسز والستورج والريليز بتاع الهرمونز احنا تكلمنا على الموضوع ده برضه بالتفصيل البطايد والبروتين بيتصنعه في الرف إندوبلازم كريتيكولم طالما قلنا كلمة بروتين يعني ريبوزوم والريبوزومة بتبقى متحدة ومنجوازة لإندوبلازم كريتيكولم يبقى سينسز والريبوزوم إندوبلازم كريتيكولم تكنية للجولج أبريتاس عشان تتعبى في فيزيكل تطلع في سيكريتري فيزيكل تتخزن في السيتوبلازم لحد ما أبدأ أحتاجها أبدأ أطلعها للدم على عكس الستورج هرمونز دي كلها مشتقم الكوليستيرول بمجموعة من التفاعلات في السيتوبلازم والميتو كونديريا الشغل بتاعها بيحصل بالتصنيع بتاعها بيبقى سريع فبالتالي مش محتاج إن أنا أخزنها ما بتتخزنش وانس سينسيتيز تبدأ تطلع للدم تقوم بالشغل بتاعها حتى كتاها في أي وقت قدر أصنعها بسرعة جدا وبالتالي تقوم بالشغل بتاعها من غير ما أنا أكون محتاج إن أنا أصنع الكنترول بتاع الهرمون سيكريشن ده مهم الكنترول بتاع الهرمون سيكريشن واحد ممكن يكون هرمونات تحت تأثير النيرفا سيسم زي هرمونات الأدرينا المضالة دية الأدرينا المضالة أصلا اسمها مضفة الأدرينا المضالة بتساعد اللي هو السمبساتيك نيرفا سيسم الجهاز العصب السمبساوي يعني لها علاقة اللي بيجيب لها الإشارة اللي هو دايريكت نيرفا سيسميوليشن فالأدرينا المضالة مهاش تحت تأثير الغدة النخمية هي تحت تأثير اللي هو النيرفا سيسم الحاجة التانية بتاع هرمونات دي في هرمونات البنكرياسة والبراسيرويد هرمونات البنكرياس اللي هو زي الانسولين الانسولين بيطلع نتيجة ان البلات جلوكوس في الدم قليل هاتف بالغول فيه ثلاثة سيطات تحسير البتيوتري الأدريليالمضله والبانكرياس والبارا سيرويد وثلاثة سيرويد مَا إِنَا مَا إِنَّا تَحسِير والنرفة وأثنين تحسير الاللال الثلاثة سيرويد والأدريليالال كورتسكس والجونادز يكونهم عن طريق هورمون من الغدّة النخمية ده سمها تروبيك هرمون دي كلمة تروبيك هرمون ي Melanie بيعمل الاستيميوليشن لعنظر هرمون يعني هرمون طلع من الغدة النخامية يعمل السيروت عشان تطلع هرموناتها للآدرينال كورتكس عشان تطلع هرموناتها للجناز عشان تطلع مين هرموناتها عندك المثال بتاعه في حالة مين في حالة الـ سباولجر على الحفز الهايبو سالمس على الهايبو سالمس تطلع تي اس تي اساتش ينزل على انتريو بيتوتري خلت طلع السيروكسين اللي هو TSH يحفز السيروي تطلع السيروكسين اللي هو T4 او T3 ده اللي هو الميكانزم بتاعه وأعطوك تشرحناه بالتفصيل في اللي هو الامبريولوجي حاجة تانية عنده حاجة اسمها نيجاتي فيدباك يعني لما السيروكسين يبدأ يعني يروح للانتريو بيتوتري يقول لها بعد إذنك ما تطلعيش السيرو تروبين ويروح للهايبو صلاة ما سيقول لها بعد إذنك ما تطلعيش TSH فبالتالي المستوى بتاعهم يبدأ يقل للحد الطبيعي الفانكوشن بتاعة الاندوكراين سيستم سواء في الميتابوليزم سواء في الجروس والديفولومنت في المنترنس والهوميوستيزيس في ريزيستنت للسيريز للسيكش والماتيولتي والربروداكشن احنا هناخد هرمونات كتير جدا كل هرمون هتلاقي في وظيفة مهمة من الوظيف دي تبيع منها الجنرال ميكانزم بتاع الهرمون اكشن احنا اول اكشن للهرمون ان الهرمون بيتحد مع مين؟ مع الاسبيسيفيك ريسبتور الاسبيسيفيك ريسبتور ديها على البلازمامينبيرين أو جوا السيتو بلازما اتخادي بهرمو مع الاسيبتور بيعمل حاجة اسماته هرمون ريسبتور كومب ciderあكتيفيشن يبدا يعمل سيكوانس يبدأ ايامل الرسج dez اي ام بي لما يتحفز السكند مسجر يبدأ يعمل اكتيفيشن لبروتينات او انزيمات جوا السيتو بلازم ويعمل الافكت بتاعي اللي احنا هنقوله هنا عكسه هنا الاسترويد والسيرويد دولة عبارة عن يقدروا يعدوا خلال الليبت بالسيمبل ديفيوجن يبتالي الريسبتور بتاعتهم جوا السيتو بلازم الريسبتور بتاعتهم موجودة في السيتو بلازم يبدأ يتحد الهرمون مع الريسبتور يعمل هرمون ريسبتور كومبليكس يبدأ يدخل النواه يبدأ يحفز جينز علشان تطلع اما غار ايه يحمل الشفرة الوراثية يطلع للسيتوبلازم يبدأ يحصل له ترجمة يتصنع بروتين البروتين يقوم بالشغل بتاعك اللي احنا ملاحظينه ان الاكشن بتاع البروتين والكاتيكولامين انهما بيعملوا اكتيفيشن لانزيمات اما الاكشن بتاع الاسترويد انهو بيعمل سينسز للانزيم او سينسز للبروتين وبالتالي لاجعشن البروتين هو الساكند ميسمي. يحفز الساكند ميسنجر الي هو الهرمون. لما Barn يتحفز الساكند ميسمي. يبدأ يحصل 거 Вид jakie زي ما احنا شايفين الميكانيزم في أكشن بتاع aucunهرمون والكاتيجولامين 보�ora ặtس لكم علاءة هرمون. هاتمسك في ريسيبتور برة sole خلي Taunch uje عبريبا هرمون ريسيبتور كومبليكس يحفز الساكند ميسمي جهي ويكون تجيب الساكوatic ايمب منين Y aktive enzyme يعمل لها اكتيفيشن ويعمل الكيميكا الرياكشن اللي احنا شايفينه برضه فيه الاستورويد هورمونز والسيرويد هورمونز الاستورويد هورمون يبدأ يعدي من خلال الممبرين هو والسيرويد هيمسكه في ريسيبتور جوه السايتو بلاسم بعد كده يبدأ يدخله جوه النواة يبدأ يتحد مع الدين ايه حفز سبسيفيك جين الجين دو هتأبدأ أعمله ترانسيكريبشن عملية ناسخ هتطلع منه امارينيه ان يطلع من النواة يروح للسايتو بلاسمي يحصل له ترانسيليشن ترجمة يحصل سينسيس تصنيع لبروتين والبروتين يقوم بالكيميكا الرياكشن بتاعتنا